سؤاله الأول عن المرأة التي مضى عليها وتقدم جواب أو تقدمت أجوبة كثيرة في مثل هذه المسألة ولكن يمكن له أن يتواصل معنا لنتبين ما الذي دفع هذه المرأة إلى عدم إخراج زكاة مالها ذلك أن القول الراجح أن الذهب المستعمل تجب فيه الزكاة كالذهب المدخر الذي لا يستعمل شهدت بذلك آيات كتاب الله عز وجل ونجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث والروايات ما يشد بعضه بعضا يؤدي إلى القول بالاحتجاج بتلك الأحاديث أيضا مع ما ورد في كتاب الله عز وجل ليكون القول الراجح بلزوم زكاة الذهب المستعمل هو القول الأعدل الأظهر دليلا ولكن مع ذلك لا يمكن إنكار أن المسألة فيها خلاف وأن عددا من العلماء والأئمة ذهبوا إلى أن الذهب المستعمل لا زكاة فيه وهو يتحدث عن امرأة مضى عليها تسع وثلاثون سنة لا تزكي ذهبها فهل يشملها الحكم العام أو يمكن أن يلتمس لها شيء من أقوال المسلمين إذا كانت لم تقصد المخالفة ولم يخطر ببالها أن هذا الذهب الذي تستعمله فيه زكاة فيمكن أن يتواصل معنا لتبين التفاصيل ثم بعد ذلك يكون الجواب إن شاء الله والله تعالى أعلم